27 عاماً هي المدة التي قضاها هذا الرجل في السجن وما بين الفترة التي سبقت اعتقاله والحكم عليه وبين أيام وسنوات سجنه المقيت ومسيرته بعد إطلاق سراحه توزعت صفحات قصة نضال نقل فيها وطنه من البؤس إلى حال أفضل نيلسون مندل النشط السياسي المعارض لسياسات الفصل العنصري والسجن الأشهر في العالم والحاصل على جائزة نوبل للسلام ورئيس الدولة فيما بعد كلها اجتمعت في رجل اختزل هموم شعب عانى لعقود من حكم أقلية بيضاء على حساب ملايين من مواطنه السود الذين لم يعرفوا خلال ذلك إلا الفقر والإهانة والعنصرية ما يهمنا من حياة مندلا هي توجهته في التعامل مع مواطنيه وقبل ذلك مع الذين ظلموه وظلموا أبناء جلدته فهو لم يحمل في قلبه ضغينة لسجانيه ولا روح الانتقام وهو رئيس لدولة كانت فيها الأقلية البيضاء تضطهد ملايين السود مع وجود أماكن كتب عليها للبيض فقط مندلا بعد الإفراج عنه سامح الجميع من دون إغفال تشخيص المتورطين والمقصرين عبر تحقيقات منح فيها العفو عن كل من يدلي بأقواله عن فترة الفصل العنصري لم يكن مندلا منظرا يستند إلى الخيال أو الأقوال فمع توليه الرئاسة شرع بتنفيذ برنامج للإصلاح والمصالح وإيصال الخدمات والإسكان في بلد كان 23 مليون من سكانه الأربعين مليون يعانون من عدم أصول الكهرباء والصرف الصحي إلى مناطقهم ومليوني طفل بعيدين عن مقاعد الدراسة عذابات سنوات السجن وتراكمات الشيخوخة أجبرت مندلا على اعتزال العمل السياسي فخرج نظيفا لم تتلوث يده بمغريات السلطة أو مكاسبها لم يطلب لنفسه شيئا ولا تعويضا ولم يتمتع بلذة الانتقام ليكون زعيما متفردا أنقذ وطنا من الضياع من خلال وطنيات حق وعدالة تشمل الجميع اشتركوا في القناة